بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم مع عزائي اولياء امور طلبة الصف السالس الابتدائي. اهلا بكم في قناة زاكر لي حساب ومس. اه ان شاء الله اه كل الترمي الطيبين اه طبعا الترمي الاول خلص اه ذهب واولى. وهنبدأ ان شاء الله ترمي جديد. اه الترمي التاني بالنسبة لسنة التسالي جدا اه خلصته في جدول الضرب. لانه متعلق جدا جدا جدول الضرب برضو جدول الضرب بتاع الترمي الاول. لازم لازم اعيد لابني او لبنتي عليه. ولو مش حافظه اه اعيد تسميع عليه بس آآ يسمعه او يحفظه بطريقة بحيس نوصل لهدف ان انا اجا اقول له مسلا في الاخر خمسة في تمانية يقول لي اربعين على طول ما يجيب ليش من اول رقم خمسة. او يعد يفكر. وده انستغل الوقت ده في الاجازة قبل ما لاسه ما تبدأ. ان انا اعلم جدول الضرب كل يوم اسمعه له. اه مش لازم لكل مرة واحدة النهار ده مسلا جدولين بكرة تكمن اتنين بعده اتنين اهم حاجة احفظهم لان هو ده هفضل معاه على طول حتى في سنة خمسة وخلاص بقى او في رابعة وخمسة يعني هو اساس جدول الضرب. يعني الاساس الترمي التاني كله جدول الضرب لان عليه اسمع. وعليه برضو مسائل ضرب اللي هي ضرب اربعة عادات في عدد. فهو الخلاصة كلها جدول الضرب مطلوب جدا 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 في الترمي التاني علشان ما يحسش ان هو اول ما انها كتير عليه او تقيل عليه. اه الترمي التاني خلاصته زي ما قلت لكم الجدول للضرب وسهل جدا. بنحيس الكتب هو افضل كتاب دلوقتي لسنة تلتة برضو هو سلحة التلميز. انا بفضله عن الاضواء. انا بحب الاضواء برضو بحب سلحة التلميز بس انا بحب سلحة التلميز في سنة تلتة لان اسئلته واقعية اه وحلوة وكتيرة. نبدأ على بركة الله اول درسة بتكلم عن الدرب في عشرة. الدرب في عشرة. انا اول حاجة كده اقول الابني طبعا اه اقول له مسلا عندنا افجاد ولا تضرب خمسة في عشرة بخمسين. صح ولا لا الستة في عشرة بستين. والسبعة في عشرة هيقول له بسبعين. والتمانية في عشرة هيقول له تمانين. اقول له تمام. تعرف يا حبيب قلبي ان الخمسة في عشرة هي هيها العشرة في خمسة? هتقول هيقول لك ازاي? ومسلا خمسة في عشرة بخمسين. والعشرة في خمسة برضو اه? عكسناها برضو بخمسين. تلاتة في عشرة هي هيها العشرة في تلاتة. الاربعة في عشرة هي هيها العشرة في اربعة. الستة في عشرة هي هي العشرة في ايه? في ستة. تمام? طيب يعني ايه جدوى للضرب? هيجي يقول لك مسلا يعني ايه جدوى للضرب? يعني الاتنين في خمسة ويعني الاتنين في سبعة ويعني الاتنين في سبعة ويعني الاتخمسة في سبعة. لما اجي اقول مسلا الخمسة في عشرة معناها ان الخمسة جيت وجمعناها مع مع نفسها عشر مرات. ازاي يعني خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة وهكذا عشر مرات. والعكس ساعي برضو. ان العشرة اتجمعت مع نفسها خمس مرات. يعني عشرة زائد عشرة زائد عشرة زائد عشرة زائد عشرة. وهو دل عليه. والعكس ساعي برضو. يبقى الخمسة يعني الخمسة في عشرة ان الخمسة جيت مع نفسها عشر مرات. والعشرة في خمسة ايه? العشرة جيت مع نفسها عشر مرات. اتجمعت. ده بالزبط اول درس. العشرة في سبعة هي هي السبعة في ايه? في عشرة. تمام? العشرة في تمانية هي التمانية في عشرة. العشرة في تسع هي تسعة في عشرة. العشرة في عشرة. طبعا هنسب دي في الاخر. يعني سبعة في عشرة? يعني العشرة جيت مع نفسها كم مرة? سبعة مرات. طب ايه الدليل? ايه اللي قال لي? ايه اللي خلينا اقول ان العشرة جيت مع نفسها سبعة مرات ما قلش ان السبعة جيت مع نفسها عشرة مرات. العكس يعني ان بعد النقط هنا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع سبع نقط سبع نقط. السبع نقط دولت خلاص كده راح يتفضل للعشرة. عم كتب هنا عشرة وهنا عشرة وهنا عشرة وهنا برضو عشرة وعشرة وعشرة يديني في الاخر سبعين لان العشرة في سبع بسبعين. نفس الكلام برضو عشرة عشرة هو هيحبها اكيد طبعا عشرة 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 تمانية في عشرة وعشرة في تمانية بتمانين. التسة هنا عشرة هنا عشرة هنا عشرة وهكذا وهكذا لحد ما يجي في الاخرى اه تسعين طيب. طبعا اه عشر عشرات يعني مية. عشر عشرات عشرة اهيت للعشرة دي اللي وبولي عليه وعشرات دي عشرات يعني صفر. عشرات دي يعني صف مية. يبقى العشر عشرات دي يعني مية. العشر عشرات هو جزاء هنا بخمس عشرات وخمس عشرات. خمس عشرات زائد خمس عشرات الدنيا عشر عشرات خمسة وخمس عشر. خمس عشرات بخمسية. وخمس عشر برضو بخمسين خمسين زائد خمسين يديني كم? مية. طب عشر عشرات بيساوي ستة عشرات زائد ايه? يعني ستة عشرات زائد ايه يديني عشر عشرات? ستة زائد ايه يديني عشرة? اعد من بعد الستة اخلي ايه بني اعدي بعد ستة? لحد وصل ايه? للعشر. بعد الستة? سبعة على سبعة سبعة تمانية تسعة عشرة. كده كام على سبعة اربعة? ستة عشرات بستين. اربع عشرات باربعين. هنا برضو عشر عشرات بيساوي كما عشرة بزاق التلات عشرات? تلات عشرات زاد ايه دينا عشر عشرات? اعد من بعد التلاتة لحد نوصل الايه للعشرات. بعد التلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر. كده كام سبعة. سبعة عشرات بسبعين. تلات عشرات برضو بكام بتلاتين? هنا برضو عشرتين. عشرتين يعني اتنين. اعد بعد اتنين لحد نوصل لعشرة هيبقوا تمانية. تمان عشرات بتمانية. وعشرة تانية يعني عشرين. طيب. هنا المية. المية طبعا زي ما قلنا عشر عشرات. المية لازم ان يحفظها. ولازم ان اكتب في اخر الكتاب كده. او اعمله مسودة. تمام? اه في كراسة او ممكن في اخر الكتاب في جلد الكتاب. اه او ممكن اعملهم على ورقة وادبسها في الكتاب من جوة. مية عشر عشرات. هتبقى معاها وهتقابلنا كتير. تلات عشرات زائد عشرة تانية زائد اي يدني عشر عشرات? اه. تلاتة زائد اتنين. تلاتة زائد اتنين خمسة. اعد بعد الخمسة لحد نوصل لعشر. اعد بعد الخمسة لحد نوصل ايه? للعشرة. بعد الخمسة لحد العشرة خمسة. يبقى تلات عشرة بتلاتين. عشرة تانية يعني عشرين. وخمس عشرات بخمسين. برضو عشرة واحدة وهنا عشرتين. اعدهم. يبقى كم عشرة? عشرة واحدة وعشرة تانية بيبقى كده تلاتة. اعد بعد التلاتة لحد وصل العشرة. من بعد التلاتة لحد وصل ايه? للعشر. تمام? بعد التلاتة لحد وصل العشرة بها سبع عشر. هنا عشرة وهنا عشرين وهنا كامرة سبعين. يبقى دي اول صفحة في كتاب سلحة التنميزة. هنا برضو ده جدول ضرب سفر في عشرة بعشر. امشي مع السهم. والواحد في عشرة بعشر. والاتنين في عشرة بعشرين. تلاتة في عشرة بتلاتين اربعين خمسين ستين سبعة في عشرة بسبعين تمانية في عشرة تمانيين تسعة في عشرة تسعين عشرة في عشرة بمي احاجات سيئلة وبسيطة جدا آآ ستة في عشرة هنا بستين. تسعة في عشرة تسعين. اربعة في عشرة باربعين. طب هنا اتنين في اربعة في عشرة. بصوا بقى. عشان بس ايه? نرتاح في المسائل اللي جاية. اولي الابن اتنين في اربعة في عشرة. اللي قلقت عشرة السفر بلاي يطلع لي برا. السفر ده يطلع لي ايه? برا. ودن في اربعة بتمانين. السفر ده يطلع لي برا. ودن في ستة بتمانتاشرة. السفر ده يطلع لي برا. ودن في تمانية? طبعا لازم يكون حافظ جاوة ضربة ستاشر. الصف ده يطلع لبرة. والاربعة عشرين ده يطلع لبرة. طبعا الاربعة عشرين ده يتلع عشرين في واحد. هي 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 يعني. الصف ده يطلع لبرة والخمستاشر الدينة هي هي الخمستاشر. طب هنا برضو العكس. هنا يقول لي عشرة في ايه الدينة تلاتين. عشرة في ايه الدينة تلاتين? ها? عشرة في ايه الدينة او ايه في عشر الدينة تلاتة في عشر. طيب. عشرة في ايه ديني مية وتمانين. شيل الصفر مع الصفر. مدام جاب له نقط في النص. يتفضل لي تمنتاشر برا. انا لما حاجة عندي ده اللي برا. اشيل الصفر ده مع الصفر ده يتفضل لي ايه? اتناشر. اشيل الصفر ده مع الصفر ده يتفضل لي ايه? ستة. انا اهم حاجة عندي اللي برا لي ساوي. اشيل الصفر ده مع الصفر ده يتفضل لي ايه? التسعة. اشيل الصفر ده مع الصفر ده يتفضل لي ايه? اتناشر. واشيل الصفر ده مع الصفر الفضال ليه? هنا ستة عشر. خمس عشرات زائد تلات عشرات بكام? خمسة زائد تلاتة تمانين. اهي. تمانية في عشرة بتمانين. هتقول ثمانية في تمانين. خمس عشر. لا. هنا يساوي. طب تمام. هنا بيقول عشرة في عشرة بيساوي عشر عشرات. طبعا هنا كل مسألة دي يساوي يعني كل يساوي دي بمسألة. تمام? اه ستة عشرات زاد اي دني عشرة. ستة في عشرة هي يا لعشرة في تمانية. وطبعا تمانية في عشرة وعشرة في تمانية دي يعتبر اه تمن عشرات. خلي بالك. تمن عشرات. يبقى خمسة زائد ايه يديني تمانية. او لا هنا بيقول لي ايه? تمانية في عشرة هي ايها تمن عشرات. ايه. الشيء العشرة دي مع العشرة دي تفضل التمانية. خمسة زائد ايه يديني تمانية? بعد الخمسة لحد نوصل التمانية الديني تلاتة. خمس عشرات بخمسين. تلات عشرات بتلاتين. تمن عشرات بتمانين. تسعة في عشرة هي العشرة في تسعة. والعشرة في تسعة بكام عشرات? اشئلة عشر دي مع العشرة دي تفضل لتسعة. اربعة زائد ايه الديني تسعة? اربعة زائد خمسة. تسعين. هنا اربعة عشرات باربعي. خمس عشرات بخمسين. عشرة في سبع. العشرة في ايه دين عشرة في سبعة. اشغل عشرة bipartisan دي نايه سبعة. هي اياه السبعة في عشرة. سبعة في عشرة هي سبعة عشرات. تلاتة زي الايه دي نسية سبعة? تلاتة زي اربع. عدم بعد التلاتة لحد نوصل للسبعة. عدم بعد التلاتة اقول له كده لحد نوصل للسبعة يبقى ايه? اربعة. طبعا هنا اقول سبعة عشر بسبعين? تلات عشر بتلاتين? عشر بكام? باربعيين. دي فاكرة المسألة متى النهاردة وبالراحة على ابني كده وهو بيحل بالراحة واحدة بواحدة اه احل الاول بالقلم لصاص لو هو مسلا استيعابه بيفهم بعد مدة احل بالقلم لصاص وامسح حمله تاني وهي اخلم يحلم هو الواحده بالقلم الايه الجاف. اشوفكم على خير بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.